بسم الله الرحمن الرحيم عند هذه الجزئية Sequence Processing with Recurrent Neural Network تمام وبدنا ندخل في باب العاشر Encoder Decoder Model Attention with Contextual Emitting في الحقيقة احنا فلما حكينا عن Sequence to Sequence with Recurrent Processing حكينا عن ال-Gates ال-GRU وال-STM تمام حكينا انه كانت هي تقريبا اخر المواضيع في هذا الباب شرحنا المحاضرة الماضية ف هذه ال-Gates ال-Gates وال-GRU زي ما شرحنا كانت هي اخر المواضيع انا حبيت انه اضفي لكم جزئية اضافية هنا تحكي عن ال-Gates هادي شو هي انا في عندي ال-Forget Gate ال-Gate هادي طبعا كلام هدا بالنسبة لل-LSDM ال-Forget Gate ال-Input Gate ال-Outward Gate كل واحدة شرح لإلها ايش هي او ايش المعادلات تبعتها طبعا المعادلات هادي فقط للاطلاع يعني بس انه مطلوب منكم انه انت تفهموها فيهم فقط لاكثر ولااقل وهي شكل ال-Gate كيف بهذا الشكل كالاستئام كالاستئام يونت تمام خلالجو كذلك نفس الكيفية انا في عندي ال-Update Gate ال-Reset Gate الى اخره من هذه ال-Gates الان يعني نيشل الجزئية هادي هي متعلقة بالاستئام مقابل ال-GRU طبعا هل في غيرهم ما دول طبعا اكيد في غيرهم ال-Researchers او الباحثين اقتراحوا العديد من ال-RN variants ولكن تبقى ال-LSTM وال-GRU هي المستخدمة على نطاق واسع لغاية الان تمام طيب شو استخدم طبعا ال-Rule of the Thumb او البديهة بتقول انه ال-LSTM هي خيار جيد وافتراضي خاصة اذا كانت انا عندي ال-Data فيها Long Dependencies يعني فيها جمل طويلة والجمل هادي الطويلة فيها Dependencies زي ما شرحنا المثال المتعلق بكل الرحلات طبعا ال-Air Lines تم الغاءها يعني هذا كان المثال انه We're Cancelled We're Cancelled بتعود على ال-Flights فهي المقصود في ال-Dependency تمام او اذا كان في انا عندي العد يعني Training Data كافية تمام متى ممكن نعمل ال-Switch لل-GRU بقى ال-Default هو الى الاستيام ممكن نعمل ال-Switch لل-GRU لعدة اسباب انه اذا انا كنت بدي اسرع لـ Training لانه فيها Parameters اقل او فيها Gate شكلها ابسط تمام واذا يعني يعني اذا كنت انا حابب ان انا استخدم براميترز اقل في في الموديل تبعي فبالتالي بتكون ال-GRU خيار كويس وانا انا اعمال عليه Switch تمام هاي بخصوص ال-GRU والاستيام كمقارنة بين بعض الان نرجع لالباب الجديد المتعلق بال-Encoder Decoder Model وال-Attention وال-Contextual Embedding طيب في هذا الباب فعليا راح نعمل Introduced لل-Encoder Decoder Network او فيما يعرف بال-Sequence to Sequence Model ال-Encoder Decoder Model تم تطبيقها على العديد من ال-Application ال-Application هاي مثل Application هاي مثل ال-Translation تمام السماريزيش ال-Questioning Answering وال-Dialog Modeling تمام ال-Key Idea لل- 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 هاي ال-Networks هو استخدام Encoder Network واللي بتاخد Input وي بتعمل ل- Contextualized Representation لهذا ال-Input تمام وهذا ال-Representation بتم تمريره ل-Decoder واللي بعمل Generate ل-Specific Output عفوا بعمل Generation ل-Specific Output Sequence Okay طيب الآن احنا بدنا ان نشوف كيف بدنا نستخدم هذا Encoder Decoder وعشان نفهم بشكل كويس بدنا نرجع ل- Neural Language Model تمام وانا نصير خليني هادئ انو احنا خلصنا منها لش عشان Writing و اشترك بمعنى كنت انا بقول انو عشان فعليا انو استخدم Encoder Decoder Architecture أو Sequence to Sequence Architecture لل Text Generation لازم نرجع ل- يعني ل- Neural Language Models بمعنى اخر عشان نفهم الArchitecture تبع 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 Encoder Decoder لازم نرجع لل- Neural Language Model طبعا للتذكير احنا المعادلات هذه هي بتمثل Recurrent Neural Network ببساطة جديدة احنا في عنا Input X تمام وفي عنا Hidden State تمام طبعا هنا في عنا ال-W وهنا في عنا طبعا هذي بتمثل ال-H وهذه بتمثل ال-Y طبعا هنا ال-Wade Victor هذا يمثل بال-U فهنا ال-W و-W ال-X هو ال-Input وال-Hidden State اللي في Recurrency وهذا هو ال-Y هذا ببساطة هاي المعادلات وحكينا انه ال-Activation Function اللي بتكون موجودة هنا يا اما 10H او Relo زي ما هو مضح هنا اوكي طيب احنا ايش اللي بدنا نسوي يعني بدل ما انه فعليا يكون في عندي ال-Recurrent Neural Network عشان انه استخدمها في ال-Generation انه على سبيل المثال انا بدخل انه ال-Input يعني hole in the ground there lived فبالتالي انه lived هذي هي ال-Output اللي هو ال-Y فبدي يكون واحدة من ال-Y واحد لغاية YV الفوكابلري تبعي وانه واحدة بتصير ال-Activation وهي هذي ال-Next Word واكرر هذي العملية باستمرار انا ما بدي انه اعمل لكلمة لكلمة كلمة انا في Encoder Decoder Architecture شو بدي اسوي بدي اعيد الصياغة انه انا بدي ادي له جملة تمام ويروح يديني الكمال تبعتها بهذا الشكل طبعا عشان يقدر يعمل هاي الشغلة شو بدي اعسوي بدي اعدي له ال-Brefix ارتب ال-Input انا عندي بهذا الشكل ال-Brefix مع ال-Uto Generated عشان يطلع لنفس ال-Output هذا كمان مرة ببساطة شديدة الان انا عندي ال-Input كيف ادي اقسمه يعني خليني ارجع هنا لل-Tutorial لل-Tutorial تبعت TensorFlow لما شرحنا على Text Generation وشفته انه احنا كيف رتمنا ال-Input وال-Output هنا عنا في الكود فبالتالي ال-Input انا عندي هنا ال-First Citizen الى آخره تمام بتلاحظوا انه هذا ال-Input ال-Target اللي هو ال-Y انه ال-F طارت وكملت انا عندي ال-First نجي نطلع للآخر هنا انا عندي ال-U والمطلوب انه نعمل Prediction ل Space هذا بهذا الشكل فبالتالي ال-Input هو عبارة عن Fixed Size انا عندي Sequence of Characters وال-Output هو Sequence of Characters بس بنعمل Shift نفس الفكرة هنا هنا انه احنا انا اديته هذا انا اعتبرته ل-Prefix تمام بتديله هذا الكلام في training هذا الكلام اللي يعمله يفترض Generation تمام فيفترض انه هو يطلع معايا هنا فبالتالي عندي Decoding بفترض انه انا اديله ل-Prefix بس يروح يديني الكمال لوحده هنا بهذا الشكل طبعا هنا بتلاحظوا انه ال-Prediction هي عبارة عن مجموعة كلمات يعني جملة مش character بس خليني بس امسح هذا الكلام عشان انه نعرف انه هنا حول مجموعة 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 Input Phrase فبالتالي Input انا عندي Phrase والoutput عبارة عن Phrase طيب يبقى هنا بدنا نستخدم Neural Language Model Text Generation باستخدام Encoder Decoder Architecture بهذه الكيفية طبعا يعني احنا ما بقدر انه اطلق على هذه Architecture Encoder Decoder Architecture هذه بس مجرد انه RNN عادية بس انه رتبت Input والoutput بطريقة مختلفة هاي المرة طيب الآن بدنا ننتقل ل جزئية جديدة وهي Machine Translation بدنا نشتغل على Task جديدة وهي Machine Translation في Machine Translation فعليا انه المطلوب انه نعمل ترجمة جملة معينة من لغة الى لغة تانية تمام وعادة انا بحتاج لResource عشان ادرب الموديل على يعني على الترجمة ونوع الResource هذا او نوع البيانات هذا بنسميها Parallel Text او By Text البرال Text عادة ان انا بيكون على سبيل المثال في عندي نص بالSource Language تمام وهي في نص انا عندي بالTarget Language Source Language بين المظل بالرمز S والTarget Language بالرمز T دي اكتتخيل انه هذا عبارة عن File وهذا عبارة عن File وهنا نفترض انه انا في عندي 10,000 جملة وهنا نفس الفكرة 10,000 جملة هلقيت كل جملة من هذول الجملة هي عبارة عن ترجمة للجملة التي تقبلها يعني هنا جملة واحد تقابلها هنا ترجمة تبعتها برضو جملة واحد جملة سبعة تقابلها هنا جملة سبعة في الترجمة وهكذا فعشان هيك احنا بنسميها Parallel Text او By Text طبعا هي Aligned هذه احنا بسميها Aligned انه تم عمل محاذائش مخصوط بالمحاذا انه عظيم ذكرت انه الجملة الاولى هنا في هذا الملف تقابلها الترجمة تبعتها اللي هي برضو الجملة رقم واحد في هذا الملف هنا جملة رقم سبعة هنا برضو تقابلها جملة رقم سبعة الترجمة تبعتها كل جملة بالجملة التي تقابلها انه تعتبر ترجمة ليلها الان هذا النوع من التكست او الديتا كيف بدي امث انا عندي يعني او كيف بدي عمل وفيد لل RNN بهذا الشكل بيصير المطلوب انه انا الانبوت تلاحظ انه هذه عبارة عن RNN عادية طبعا انت عندك هنا الانبوت هذي الانبيدن زي ما تعودنا انه احنا ممكن نحط انبيدن وهنا انت عندك في الاؤوت softmax فبالتالي الانبوت شو بروح بسوي بروح بعمل concatenation بروح باخد الجملة هنا تمام هذا عبارة عن text تمام text هذا بيكون مقسوم من النص هذا جزء source وهذا target بعملهم concatenation مع بعض فهنا بروح بعمل concaten تمام يعني هنا انا باخد جملة رقم واحد بعمل ها concatenation مع جملة رقم واحد السورس في التارget هذا كوان training instance رقم واحد والتاني concatenation مع التاني هذا كوان training instance التاني وهكذا فبالتالي انه هنا دير there there lived hobbit هنا end of sentence فهنا vivant vivant un hobbit هذا هذي يعني ترجمة فرنسية والأج silent هنا تمام هنا vivant un hobbit فبصير انه انا لما اعمل presentation للسورس والtarget as an input هدف الترينيج تمام يفترض انه يطلع لي هنا نفس الفية بس ايش صار في عندي ازاحة فهنا there lived هنا صار في عندي ازاحة lived and hobbit and hobbit وهنا end of sentence لغاية انه انا عندي هنا اخر جملة اخر كلمة هي hobbit بالتالي انه next prediction هي راح تكون عبارة عن end of sentence تسكير تباعت هالتاق زي هذي درجع اذكرك هنا بنافس كيفية نفس النمط بالضبط هنا احنا استخدمنا في text generation احنا عاقش عملنا بس shift لone character هنا first انه هي طارت من ال input تمام عفوا يعني طارت من ال input عشان انه اشكل target والtarget يعني عملنا shift انه هنا اخر حاجة انا عندي u وهنا space بعد u نفس الكفية بالضبط بس ايش الاختلاف انه ال input data هي عبارة source language والtarget data هي عبارة عن target language عملت لهم concatenation مع بعض يعني في هذا المقطع رح يكون انت عندك بدل ما هو نص من نفس اللغة هو عبارة عن نص الهاتج من concatenation من two languages translation to each others فبالتالي انا لسه ما دخلنا في encoder decoder فعليا احنا ايش عملنا بس رتبنا طريقة representation لديتا بهذه الكيفية طبعا هذا input وهذا output بهذا الشكل بصير لاحقا لما بدي عدف training بصير لاحقا لما بدي عمل ترجمة ايش بسوي بروح بدخل الجزئية هادي وبصير زي قصة auto completion بدخل الجزئية هادي ك input عشان يطلع لي الجزئية هادي بهذا الشكل وهو المطلوب اللي انا بدي اياه تمام اوكي الان هذا تمهيد الencoder decoder الان الencoder decoder هذا الكلام بنتفصله في الarchitecture تبعتي الان بدل ما انه انا اعمل هذا الكلام زي هيك انه هادي عبارة عن RNN عادية شو بدي اغير في الarchitecture بدي اغير في الarchitecture انه بدي يكون في عندي two RNN هادي عبارة عن شبكة RNN استخليني امسح هادي عشان انه هادي عبارة عن شبكة هادي RNN وهادي RNN مختلفة فصرت اتعمل معهم از بلوكس اوكي ال RNN هادي انا مسميها انكودر وهاي ديكودر بهذا الشكل تمام فهادي الانكودر ديكودر اركيتيكتر يعني اللي انا سويته انه هادي انا رحت عملتها قسمتها لبلوكس تمام و الجزئية هادي اعتبرتها نتورك لحال سميتها انكودر وهادي نتورك لحال سميتها ديكودر تمام طيب الغرض الاساسي من الانكودر انه ياخد الانبوت تمام وروح يطلع لي حاجة اسمها generate contextualized representation of the input معنى ذلك انه انا عندي الانبوت عبارة عن تكست تمام والاوتبوت عبارة عن victor numbers تمام بتكون انه هي عبارة بتم تمثيلها في اخر hidden state هذا الكلام مكتوب هنا حاطط لك عليه او او تحتي خط in this network this representation is embodied in the final hidden state of the encoder اللي هي الhn يبقى الhn هدي عبارة عن victor تمام يبقى الانبوت انا عندي من x1 لxn والاوتبوت عبارة عن victor اللي هو عبارة عن آخر hidden state انا عندي في encoder هجيت الاخر hidden state انا عندي في encoder بتم عمل feed لالها او بمررها لأول hidden state موجودة انا عندي في decoder تمام عشان انه decoder انه هو بياخد هاد وبيعمل generation لل sequence of output من y1 y2 y3 ym بهذه الكيفية تمام يبقى اختصارا احنا في عنا ثلاث مكونات اساسية في encoder decoder اول حاجة encoder هي عبارة انه بياخد input من x1 لغاية xn وبيعمل generation لحاجة اسمها sequence of contextualized representation اللي هو h n اخر hidden state تمام الان الcomponent التاني اللي هو context vector هو عبارة عن function of h1 n اللي هي اخر hidden state and convey the essence of the input to the decoder معنا ذلك انه عندي اللي input عبارة عن text والout عبارة عن vector الvector هذا هو اللي روح مره رو مره للdecoder يبقى هنا decoder اللي هو المكون الثالث بيعمل accept ل c اللي هو context vector تمام وبروح بقى generate arbitrary length of sequence of hidden states من h1 ل hm واللي من خلال ها بروح بقى generation للoutput من y 1 لغاية y m تمام طبعا هذا الكلام انا بدي اعمله abstraction ليه في الشكل هذا في هذا الشكل فبالتالي هنا هنا الhidden state انا شو سويت انو الhidden state هذه رحنا حولناها هنا لcontext كانت هناك انو هي الh هنا حولناها كcontext فبالتالي encoder الinput انو عندي من x1 لغاية xn الoutput عبار عن context vector الdecoder الinput تبعه هو عبار عن الcontext vector والoutput هو من y1 لغاية ym طيب الincoder ايش ممكن يكون حكيت انو هو عبارة عن RNN والRNN زي ما حكينا فيها variance ممكن يكون simple RNN ممكن يكون LSTM أو GRU والdecoder كذلك نفس الشيء ممكن يكون LSTM أو GRU هذا فيما يتعلق بالincoder decoder فعليا هنا فيه شرح في الشابتر هذا عن attention بس أنا مش هشرح لك من هنا هشرح لك من مصدر خارجي تمام فهيك بنكون انو احنا خلصنا هذا الباب دع أرجع لك هنا للtable of content بنكون خلصنا الباب العاشر اللي هو encoder decoder model الattention والcontextual embedding هذي احنا ما اطرقنا لانها بس احنا اخذنا فكرة encoder decoder architecture الان انا بدي اطرق للمachine translation برضو من مصدر خارجي تمام وفيها راح اشرح الattention بشكل مفصل اكتر ورح نرجع لموضوع encoder decoder فكانت هذي بس الجزئية المتعلقة بهذا الباب العر ونشوف كم المحاضرة الجاية ان شاء الله فيما راح تكون عنوانها عن machine translation راح اشترك 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 اشترك